لم تكن علاقات الرجلين على النحو الذي يؤسس لتعاون مقبول لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما وأن شبهة تورط الأخير في محاولة الإنقلاب الفاشلة في تموز عام 2016 والتي كادت أن تطيح بالجمهورية التركية الثانية زادت من حدة التوتر بينهما هذا الحادث وأسباب أخرى دفعت الرئيس التركي لاتخاذ قراره بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي المتطورة S-400 بعد أن ماطل أوباما في عقد صفقة شراء المنظومة الأمريكية باتريوت وعلى الرغم من أن الصفقة التركية كانت مثار جدل بل ورفض كبيرين من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو إلا أن تركيا ما كانت لتتراجع عن صفقتها لما تمثله هذه المنظومة من قيمة مضافة لدفاعات الجيش المصنف بالمرتبة السابعة بين أقوى جيوش العالم الصفقة أثارت تساؤلات حول مدى التزام حلف الناتو بحماية أعضائه لا سيما بعد سحب الحلف منظومة باتريوت من تركيا قبل بضع سنوات وهو ما يجعل من حق الأعضاء ومنهم تركيا أن يسعوا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية البلاد الولايات المتحدة والناتو أبديا اعتراضا قويا على الصفقة بذريعة أن روسيا ستضع لها قدما في نقطة دفاعية متقدمة لخطوط الحلف وهو ما يعد كسرا للقواعد الدفاعية التي وضعها كل من الناتو وواشنطن منذ الحرب الباردة وحافظا عليه كما أن امتلاك تركيا للمنظومة الروسية المتطورة ينطوي على تهديد لبرنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة F-35 وإنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنين كما تقول أمريكا موقف الولايات المتحدة لم يقف عند حد الاعتراض بل اتخذ خطاما تصعيديا منذ أشهر حين هددت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا في حال إتمام الصفقة إلا أن هذه التهديدات راحت أدراج الرياح بعد لقاء الرئيسين التركي والأمريكي في قمة العشرين التي عقدت في اليابان منذ أيام حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن الأزمة لم تكن لتحدث لولا أخطاء الرئيس الأمريكي أوباما لم يسمح لتركيا بابتياع صواريخ باتريوت الأمريكية فسعت وراء صواريخ S200 و S400 لأن إدارة أوباما لم تسمح لها باقتناء صواريخنا لا جدال أن الأمر كله مشكلة وإننا ننظر في الحلول ممكنة تحول الهجوم الأمريكي على تركيا إلى حملة انتخابية حمل فيها ترامب أزمة صفقة الصواريخ الروسية إلى تركيا للرئيس الديمقراطي قبل بداية الحملة الانتخابية لاختيار مرشحي الحزب الأولي للانتخابات الرئاسية القادمة وما كان في إطار الأخذ والرد قد أصبح واقعا بعد أن حطت الطائرات الروسية التي تحمل الأجزاء الأولى من المنظومة محل الجدل وأصبح على الناتو وأمريكا أن يدركوا واقعا جديدا في السياسة وعلى الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر